عندي سفا فيك عندي أه والله رحموك فيك وقلت ايه لو ما بعتليش الفلوس هفضحك الفيديو اللي بعت تقولك ده هبعته لكل الناس اللي تعرفك الفلوس تكون عندي النهاردة غير كده متلومش اللي نفسك موقف اي حد ممكن يمر به صدمة كبيرة طبعا شخص شايف ان مستقبله فجأة بقى ضلمة لكن مضطر يتعامل مع الشخص المجرم اللي اصبحت روحه في ايده بدون ما يشعر وممكن التهديد يتنفس في اي لحظة وتتدمر علاقات الضحية بأصدقاءه بعيلته بأسرته وممكن شغله وساعتها حياته هتوقف وممكن يعمل تصرفات لا يتخيلها عشان يوصل للشخص اللي عمل فيه كده بهدف انه يقتله وفي ناس اول ما بتدخل في الموقف ده بتبدأ تفكر في الانتحار ايه ده الموضوع كبير اوي كده للأسف اه النهاردة هنتكلم في تفاصيل كتير في موضوع التهديد الالكتروني او الابتزاز الالكتروني واللي بيتم من خلال عصابات او اشخاص عن طريق نشر ملف فاضح لشخص ما قد يكون فيديو جنسي وقد تكون صور فاضحة وقد تكون اسرار اخر والحقيقة اشخاص كتير بتقع ضحية للابتزاز الالكتروني اللي بيستهدف شباب وبنات من مختلف الاعمار وممكن يكونوا اشخاص اصحاب مراكز مرموقة والمجرم بيعرف نوقع ضعف كل ضحية وبيلعب عليها بالضغط النفسي وانا شخصيا اعرف ناس اتعرضوا للموقف ده وكان هدفهم الوحيد هو انهاء الكابوس باي طريقة وباي تمن في الفيديو ده هتعرف ازاي ممكن تحل المشكلة من اول يوم وهتكون قادر على تحجيم الكرسى ومنع انتشارها ثم تحديد هويته ومكان الشخص اللي بيبتزك ثم ملحقته جنائيا والقبض عليه ومحاكمته حتى ينال عقابه من خلال عمل بلاغات في شرطة مباحث الانترنت وفي الموقع اللي تمت عليه الجريمة وكون على يقين انهم هيتوصلوا للمجرم خلال ايام اما عن طريق تنفيذ الاحكام في مصر لو المجرم داخل مصر او عن طريق الانتربول الدولي لو المجرم خارج مصر الشيء الجيد ان عقوبة التهديد الالكتروني اصبحت مشددة في مصر وفي كل الدول العربية واخر حكم صدر ضد ولد عمره اقل من 20 سنة كان بيهدد بنت بنشر صور ليها على الواتساب لو منفزتش طلبه وتحكم عليه بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لمجرد انه هددها بدون ما ينفذ الموضوع اللي بنتكلم فيه ده طبعا كرسب كل المقاييس جريمة خطيرة ان فضيحة حد تنتشر والاخطر ان الامور ممكن تخرج عن السيطرة لما يقوم المجرم بنشر الفيديو في موقع على الانترنت ويقوم شخص اخر ليس له علاقة بالمجرم ولا بالضحية بنشر الفيديو في اماكن اخرى علشان كده لو انت وقعت في المشكلة دي فيه اجراءات لازم تعملها وبسرعة بدون التأجيل لليوم التالي او حتى الساعات التالية وبأكد ان هدف الفيديو هو مواجهة جريمة الابتزاز الالكتروني والحد منها بانك تعرف طريقة تفكير الشخص المبتز وايه الحيل بتاعته اللي بيستخدمها وبعدين تعرف طريقة التعامل معه لكن قبل ما تعرف ازاي تتعامل في الموقف ده لازم تستوعب المشكلة من كل الزوايا وتعرفها بعدها علشان تكون متطمن وانت بتتعامل مع المجرم وتخرج من الضغط النفسي اللي بيحاول يحطك فيه وده جزء من حل المشكلة طبعا السوشال ميديا كلنا بنستخدمها بشكل مجنون كل واحد ماسك موبايل وبيستخدم كل التطبيقات اللي بتقابله سواء محتاجها او لا ومعظمها بيكون لها صلاحيات دخول على كل بياناتك على الموبايل وكمان تقدر تحدد موقعك يعني باختصار التكنولوجيا اقتحمتنا بدون حدود وده اللي ساعد الجريمة الالكترونية انها تنتشر واحنا مش واغدين بالنا فضروري ننتبه واحنا بنستخدم مواقع التواصل الاجتماعي مش كل بنت دخل اتكلمك هي بنت حقيقية ومش كل شخص يتواصل معاك شخص حقيقي ومش كل الكلام اللي بيتقال كلام حقيقي في البداية خلينا نعرف ان التهديد الالكتروني او الابتزاز الالكتروني دي جريمة حقيرة بل هي من اكتر الجرائم خطورة لان لها تأثير نفسي سيء جدا على الضحية من خوف وقلق وفقدان السيطرة على التفكير وسلب الارادة والاحساس بالضياع والحزن الشديد والاكتاب وصولا الى الانتحار لا قدر الله لو لم يتم التعامل مع المشكلة بالشكل الصحيح الجريمة دي بتتم من خلال عصابات منظمة وهي عبارة عن تنظيمات الكترونية مكونة من اشخاص محترفة التعامل مع التكنولوجيا بيستهدفوا الضحايا لكسب المال السريع فيه اشخاص بتعمل في مجال ابتزاز الناس مقابل المال واحنا هدفنا مواجهة الجريمة دي في الوطن العربي بالكامل ايا كان مصدرها وايا كان جنسية ضحاياها والاستراتيجية اللي بتعتمد عليها الجريمة دي هي الخداع والاستدراج المجرم بيعمل ايه؟ بيوهمك انه شخص عادي محترم ولا يمثل اي خطورة وبيتأكد ان الشخص الضحية بقى متطمن بيه تماما لما يلاقيه بيتعامل بتلقائيه ومندمج في الكلام كده المجرم عمل اول خطوة وهي تجهيز الضحية نفسيا بعدها بيستكمل خطته ويطلب من الضحية التحرر من القيود وتلبية رغباته الجنسية وبيصوره بدون علمه هنا المجرم خلاص مسك السلاح اللي هيهدد بيه الضحية وهيتحكم فيها ويخليها تنفذ كل اوامره زي ما هنعرف دلوقتي طيب ازاي تتعرف على المجرم او الشخص اللي بيحاول يستقطبك كضحية؟ طبعا المجرم بيدخل على تطبيقات كتير ويبدأ يصطاد الشباب من الوطن العربي من منطقة الخليج العربي وبلاد الشام وشمال افريقيا المجرم بيصطاد شاب ويتعرف عليه وطبعا بتكون الاحداث سريعة مفيهاش تأجيل لدرجة ان الجريمة ممكن تتم من اول جلس التعارف المجرمين دول غالبا بيستخدموا حسابات باسماء بنات وهمية وبتكون الحسابات ببيانات كاملة وبيكونوا على مواقع التعارف ومواقع الزواج ومواقع الدردشة وكل منصات التواصل الاجتماعي حساب بنت جنسيتها كذا عايشة في بلد كذا في مدينة كذا هوايتها بتحب رياضة كذا تفضل الاكلة الفلانية وبيكون الحساب ده على فيسبوك مثلا وبنفس البيانات بيكون في حسابات في انستجرام وتويتر وطبعا كلها بيانات مش حقيقية وممكن المجرم يستخدم صور بنات عادية وينتحل شخصياتهم ويظهر للضحية بشكل مقنع طيب ايه هو السيناريو المتبع في جريمة الابتزاز الالكتروني؟ ببساطة الموضوع ممكن يبدأ بطلب صداقة من حساب مغري على سبيل المثال بنت عزباء من لبنان وتعيش في الامارات في مدينة دبي تعمل بشركة كذا ويكتب اسم شركة في دبي فعلا تحب السفر والسباحة والموسيقى الى اخره من تفاصيل حسابات التواصل الاجتماعي وتبدأ البنت في التعارف مع الضحية عارفين الشاب لما بيشوف بنت عاوزة تتعرف عليه بيضطر انه يتعرف عليها يتكلم معها ويفضله يدردشه سوا وتبدأ هي تستدرجه الدردشة مسيرة لغرائزه العاطفية والجنسية وبعدين تقول له ابعتلي صور لك على البحر بالميو عاوز اشوف جسمك شكله ايه فيبعت لها عادي تبدأ تقول له جسمك حلو جسمك سكسي انت مسير وكلام من النوع ده والشاب بيندمج معها في الكلام بعدها بتقول له ايه رأيك نفتح كاميرا هو طبعا بيكون متحمس جدا وبيوافق لانه عاوز يشوف البنت المسيرة دي فيديو وغالبا البنت بتقول له نفتح الفيديو على برامج معينة زي ايمو وسنابشات وسكايب لان التصوير فيها بيكون اسهل اول ما بيفتحوا الكاميرا الضحية بيلاقي واحدة جميلة بملابس فاضحة وبتعمل حركات مسيرة وبيلاقي نفسه بيتفاعل معها وبتكون هي انفهما قبلها ان الفيديو هيكون بدون صوت لان اهلي في الغرفة اللي جنبي وهو فيديو تركيب اصلا وممكن الشاب بيلاحظ ان الفيديو بيقطع او بيقفل ويرجع يفتح تاني لانه تركيب لكن الضحية في الوقت ده ما بيكونش مركز ان دي ممكن تكون خدعة وبيكون عقله مندمج مع البنت جدا يبدأ الشاب بيتفاعل اكتر ويتأثر لحد ما بيكونوا قدام بعض بدون ملابس في فيديو اباحي تماما بينهم وهنا الشاب بيتخيل انه معاه لوحدهم وبيفقد السيطرة على العقله وتفكيره بيقف تماما وبينفذ كل الحركات اللي بتطلبها منه زي قوم قعد لف نام اعمل كذا سوي كذا اوضع كذا كل ده بيتم تسجيله فيديو بعدها بيلاقي البنت بتطلب رقم الواتس اب وبيتبدلوا حساباتهم على المواقع الاخرى علشان يتعرفوا اكتر المجرم في الوقت ده بيسحب معلومات اكتر من حسابات الضحية كلها من الفيسبوك مثلا اسماء الاصدقاء حتى لو مخفية بتيجي من الكومنتات واللايكات يعني فيه اشخاص كتير يرجعوا يقولوا انا كنت قافل لستة الاصدقاء ازاي سحب الاصدقاء هو بيدخل صفحتك على اي بوست انت منزله ويفتح التعليقات ومنها بيجيب الاصدقاء والمتابعين ويجمع المعلومات كمان من الانستجرام بيسحب بيانات الفورورز وبيتم تجميع كل المعلومات عن الضحية وهنا المجرم بيكون جاهز انه يبعت الفيديو في ميسج على الواتس اب ويبعت بعدها رسالة تهديد بيقول فيها انا صورتك وانت فتح الكاميرا لو مدفعت ليش مبلغ كذا خلال ساعة انا هبعت الفيديو لكل الناس اللي عندك وهفضحك طبعا هي بتحصل مشكلة كبيرة جدا وهي ان الضحية بيفقد تركيزه وبيتوتر وبيدخل في حالة نفسية صعبة جدا وبتكون لحظة افاقة صادمة للشخص كأنه تصعق بالكهرباء وبكده يكون المجرم بدأ ممارسة اسلوبه القذر في الضغط النفسي على الضحية وخلاه يدخل في حالة زهول وشلل في التفكير لان خياله عن المستقبل اصبح مرعب المجرم ممكن يتنرفز عشان يضغط نفسيا اكتر ويبدأ يسب ويشتم ويطلب مبالغ كبيرة وبعدين ممكن تفاصل معاه وينزل في السعر لكن دي حاجة مش كويسة ليه لان واحد كداب ونصاب وهدف وياخد منك فلوس والنفر الطلب منك عشر تلاف ووصلهم الفين فتبعت له الالفين فيطلب كمان ففي جميع الاحوال بغض النظر عن المبلغ المطلوب مبلغ كبير او صغير انت اول ما بتبعت له فلوس هيرجعلك ويبتزك بشكل اقوى شكل تاني للجريمة الالكترونية وهي ان المجرم بيعمل نفسه شخص محترم وحزين ويبدأ يقول لك انا ظروفي صعبة وظروفي قاهرة ابني مريض واختي تعبانة وامي عيانة ويبعط لك صور لولد صغير مشلول او رجله مقطوعة ويده مقطوعة يقول لك ده ابني شوف تعبان ازاي كان في واحد عرفه وتعرض للحالة دي وانا اتكلمت مع الشخص اللي بيكلمه قلت له اوكي انا هجيبك انت وابنك ويتعالج هنا في مصر ايه رأيك قال لي لا قلت له هتيجي انت وابنك بتذاكر صفر على حسابي وابنك هيتعالج وهتاخده وترجع بلدك قال لي لا ابعط لي الفلوس وانا عالجه وده يأكد لك انه كداب اول ما قلت له تعالى هنا رفض وقالا عاوز فلوس الشخص ده ممكن يقول لك اوكي نتفق بعدين على تفاصيل السفر وبعدها ما يكلمكش تاني وممكن هو اللي يعمل لك بلوك كمان لانك كشفته في شكل ثالث للابتزاز الالكتروني وهم الناس اللي بيدعوا جلب الحبيب وجلب الصديق وبيكون عامل نفسه شيخ وهو دجال وكداب ومجرم يوهم الضحية انه بيجلب الصديق وبيجلب الحبيب وقادر على السحر والشعوزة الموضوع ده بيستهدف اخواتنا البنات غالبا اللي هم اكتر عرضة للوقوع في الابتزاز من النوع ده الشيخ بيكونوا عاملين نفسهم صحر ومشعوزين على مواقع التواصل الاجتماعي وبيكون بسمي نفسه بقى ابو بكر ابو خزاعة ابو انس ابو 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 وانه شيخ بيجلب الحبيب والصديق ويقدر يسحر ويشعوز طبعا البنات بتندمج عاطفيا اكتر مع الامور دي وبتجري تبعث للناس دي تقول له يا شيخ انا عاوز اجلب الشخص الفلاني عشان يتجوزني ويقول لها اوكي تمام ان شاء الله وتوكلنا على الله ويبدأ يتكلم بالدين والقرآن والاحاديث ويقول لها المطلوب منك تقري ايات معينة بعد صلاة الفجر وايات معينة قبل صلاة المغرب ويديها ترتيب معين اول يوم وتاني يوم وفعلا بتحس انه بجد فيه روحانيات ونفحات ايمانية وبتشعر انها في حالة نفسية جيدة ومرتاحة وبتطمن للشيخ جدا ويفضل كزا يوم على نفس الوضع وبعدها يبعت للبنت كتابات ويقول لها اكتبيها على جسمك وتصوري وانت في الحمام بدون اي ملابس والكتابات دي تكون باينة على جسمك وطلبي طلباتك في الفيديو وقولي انا عاوز فلان الفلان يتجوزني ويبدأ الشيخ يطلب منها رقم الشخص اللي عاوزة تتجوزه وكل حساباته وارقامه وطبعا هي هتكون مفكرة ان الموضوع ديني والموضوع هيمشي مية في المية وبيكون الشيخ طالب مبلغ صغير علشان يعمل الموضوع بالكامل بنات كتير طبعا بتابعة الفيديو للشيخ دي وخصوصا لو بتكلم شيخة طبعا بعد ما ياخد الفيديو بيقولها انا مش شيخ ولا اي حاجة انا خدعتك وممكن ابعت الفيديو لأي حد وبيكون الشيخ اخد ارقام وحسابات الشخص اللي عاوزة تجلبه وارقام وحسابات اهلها وهنا المصيبة الكبيرة البنت بتتصدم طبعا وبتضطر تنفذ كل طلبات واوامر الشيخ بدون تردد علشان ما ينشرش الفيديو اللي هي بعتته له الشيخ دول اغلبهم موجودين في تركيا بيشتغلوا بالطريقة دي خلوا بالكوا انتبهوا يا جماعة للدجل والدجالين لان دينا اصلا وكل الاديان حرمت ان انت تتعامل مع الصحراء والمشعوزين في شكل تاني كمان للجريمة الالكترونية وهي الاشخاص اللي بتبعت تقولك انك كسبت جايزة كسبت عربية كسبت بيت كسبت ارض وممكن ينشر فيديو الشخص انه كسب عربية قبلك واستلمها ويصوروه فعلا فيديو مع العربية وبيكون على العربية لوجو المؤسسة الوهمية اللي بتكلمك طبعا الناس كتير ممكن تقتنع ويسأل ايه المطلوب مني يقولوله مطلوب منك مثلا تبعت 1000 دولار ومصاريف الشحن فيبعت طبعا كل ده كسب ولكن ده استغلال للفقراء والمحتاجين اللي لما يسمع خبر زي ده عقله بيطير ويبطل يفكر كان قبل كده احد الاشخاص عصابة كانت في الاردن كلمته وهو في مصر على انهم شركة عالمية وبعتوله اوراق العربية والعقود وكل حاجة وصوروله كل حاجة واقتنع تماما واتطمن انه كسب عربية وطلبوا منه 1200 دولار وبعت لهم الفلوس فعلا وبعدها اختفوا طبعا الموضوع ده سازق جدا ولكن فيه ناس برضو بيقعوا فيه وللأسف ناس مش قليلين فنخلي بالنا يا جماعة انه اي عرض بيتم عرضه علينا خصوصا لو كان عرض مغري جدا كل ما كان العرض مغري كل ما تقلق وتشك في الشخص اللي بيكلمك انه يكون كداب ونصاب وعاوز ياخد منك فلوس ويختفي اما بالنسبة للحالة الاخيرة ودي موجودة في مصر ناس بتستهدف شخص غني داخل او خارج مصر ويقولوله فيه اثار مدفونة تحت البيت الفلاني او في المنطقة الفلانية تعال استلمها وهناخد منك مبلغ وبيعرضوا مبلغ رخيص ولما الضحية توصل بيخطفوه او بيسرقوه يبلغو عنه طيب احنا كده عرفنا الانواع والاشكال والطرق اللي بيستخدمها المجرمين في جريمة الابتزاز الالكتروني لكن ايه هي بقى الاجراءات الصحيحة في التعامل مع الابتزاز الالكتروني رقم واحد اهم حاجة انك تكون قوي وما تخليش الشخص اللي بيبتزك يحس انك خايف او مصدوم او مهتم وقوله دي مش اول مرة ومش فارق معايا حتى لو نشرت فيديوهاتي او صوري رقم اثنين في نفس الوقت تحاول تجمع اكبر قدر ممكن من المعلومات عن المجرم يعني لو بيكلمك على واتس ااب على ايمو على انستجرام على فيسبوك على تويتر على لاين اي تطبيق بيكلمك عليه سجل كل حساباته اللي كلمك منها واول ما يبدأ يبتزك اياك تمسحها خليهم عندك واحتفظ بيهم وبارقامه والمحادثات اللي تمت بينكم وطبعا ما تحاولش انك تستدرج الشخص المبتز ولا تسحب معلومات اكتر من اللازم انا عاوزك تجمع معلومات عن الحسابات اللي تواصل بيها معاك وبس حد ممكن يقول لي طيب انا ممكن استدرجه واسحب منه معلومات لا غلط ما تحاولش تسحب منه معلومات زيادة علشان ما تستفزوش فينفعل اكتر رقم ثلاثة هتقفل حسابك تماما لو انت مثلا كنت بتكلمه على حساب فيسبوك هتعمل تعطيل لحساب الفيسبوك هتقفل حساب الفيسبوك ولكن مش هتعمل دليت لحساب الفيسبوك وده علشان تحتفظ بكل المحادثات اللي تمت بينك وبينه وكمان علشان تبعت له رسالة ضمنية ان انت مش فارق معاك وان انت اللي عندك اعمله رقم اربعة ما تنفذش اي طلبات للشخص اللي بيبتزك اذا طلب منك مبلغ ما تبعت لهش حتى لو كان مبلغ بسيط لانك لما تبعت له المبلغ اللي طلبه الموضوع مش هينتهي على كده بالعكس انت هتشجعه انه يطلب فلوس تاني انت لما بعت له اول مرة خليته يحطك في الليستة اللي هيشتغل عليها كل شوية انت خليت مشكلتك اكبر وخليت المبتز ينجح في خطته ودي بتكون اسعد لحظاته وبيفضل مستمر ومركز معاك وبينقلك في لستة الشغل بتاعه لان اول مبلغ هو طلبه منك وانت بعدته له ولد عنده اسرار اكتر انه يرجع يبتزك مرة تانية وتالتة وبتكون شجعته انه يكمل في المجال اللي هو شغال فيه واحنا علشان نحارب الابتزاز الالكتروني يا جماعة لازم يكون عندنا مبدأ وهو عدم ارسال اي مبالغ مالية علشان الناس دي تزهق وتبعد عن المجال ده تماما لكن اللي بيخليهم يشتغلوا ويستمروا ان اشخاص كتير بيلبوا طلباتهم ويبعتوا لهم فلوس يعني لو الشخص ده بيحاول ابتزاز تلاتين شخص فانت هتكون من ضمن عشر اشخاص استجابوا لأوامره وبعتوله فلوس وغالبا هيزهق من العشرين شخص اللي مبعتوش فلوس لانه مش عاوز يضايع وقته مع ناس مش فارق معاها هو بيحسبها كده بيفلتر الاشخاص المستهدفة لناس ييجي منها وناس مش فارق معاها وفي الاخر هو هم الفلوس مش همه انه هو يفضحك فلما بيلاقيك قوي وغير مهتم بيسيبك ويدور على الاشخاص الخضاعين اللي يقدر يسحب منهم فلوس كذا مره رقم خمسة ما تتكلمش مع المبتز كتير سيبه هو يتكلم ويطلع كل اللي عنده وانت ممكن تسأله اسئلة عامة من نوعية انت مين انت تعرفني منين انت متضايق مني في ايه انت من الشغل عندي ولا من الجران ولا من معارفي وطبعا ما تسبوش ولا تشتمو ابدا ولا تستفزو رقم ستة ابحث عن ملف الفيديو اللي بعته لك الشخص المبتز بنفس الاسم اللي بعته لك بيه لانه ممكن يكون رفعوا على موقع استضافة ملفات مثلا اذا لقيت الملف ظهر في البحث على اي موقع احفظ كل روابط الملف لتضمنها في بلاغ الشرطة بعد كده واعمل البحث ده يوميا لمدة خمس ايام متتالية لان جوجل بيقرشف الملفات المحملة على الانترنت بعد يوم او اتنين وتحاول طبعا ان انت تمسح الملف من المواقع اللي لقيته فيها رقم سبعة ابلاغ شرطة النجدة هاتفيا ثم التوجه لمباحث الانترنت وتحرير محضر بالواقع وارفاق كل البيانات والمعلومات عن المجرم وكل الاسكرينشوتس للمحادثات اللي بينكم وروابط حساباته الالكترونية والملفات اللي بعتها لك ممكن تتصل بيهم على طول او تتصل بيهم على طول بدون اي احراج وبدون اي تردد وهيساعدوك وهيقوموا باللازم في اسرع وقت طيب لو الشخص نفذ تهديده ونشر الفيديو اللي عنده تعمل ايه؟ بتبلغ ادارة الموقع عن المحتوى اللي تم نشره وهم بيتعرفوا على المحتوى وبيتم التعامل مع المحتوى بشكل صارم في اغلب الاحيان هسيب لك في صندوق الوصف طبعا رابط الابلاغ عن انتهاك الخصوصية والابلاغ عن التشهير والابلاغ عن انتحال الشخصيات وكمان رابط للابلاغ في جوجل اليرت ودي اداة بيوفرها موقع جوجل انك تدخل ترفع بيانات الملف اللي تم التشهير بيك فيه وهم بيتعاملوا مع الملف ده وبيمسحوه من على الانترنت حد ممكن يقول ان ضحايا الابتزاز الالكتروني ناس بدون اخلاق ويستهلوا اللي يحصل لهم لكن ده غير صحيح كلنا بنغلط وكلنا ممكن ندخدع وممكن نضعف وممكن نجرب وممكن نرتكب معاصي وده مش معناه ان كلنا بدون اخلاق بالعكس وانا اعرف ناس محترمين جدا ووقعوا في المشكلة دي والحمد لله قدرنا نساعدهم العصابات او الاشخاص اللي بتشتغل في المجال القزر ده وبتغفل الناس وبتهددهم وبتبتزهم هم اللي بيرتكبوا افعال حرامها الشرع وجرامها القانون وعاقب عليها بعقوبات مشددة لان الجريمة دي هدفها جني المال باحقر الطرق ولو المجرم معرفش يحصل على المال تبقى خطته فشلت وهيسيب المجال ده بالكامل وهو ده العلاج لهذه الظاهرة